السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نتكلم مع بعض عن برنامج قوي جدا لتسريع نقل ونسخ الملفات على الويندوز برنامج مفتوح المصدر وموجود على موقع جيت هاب وبيستخدم اداة قوية جدا لنقل الملفات ونسخها اسمه روبو كوبي الشهيرة لكن من خلال وجهة رسومية سهلة وبسيطة لو حضرتك حابب تعرفها نعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو للنهاية قبل ما نبدأ باستخدام الاداة والبرنامج مفتوح المصدر المجاني اللي انا جايبه لحضرتك حابب ان انا اوري لحضرتك سرعة النقل اللي موجودة على الويندوز قبل ما استخدم البرنامج لو انا مسلا رحت على الافلام اللي عندي ده وانا عندي هنا مسلا فولدر في مجموعة من الافلام مساحيتها حوالي عشرة جيجا وواحد من عشرة زي ما هوري لحضرتك دواتي كده في الخصائص زي ما حارف شايف كده المساحة هنا عشرة جيجا واحد من عشرة طيب انا حابب ان انا اخده نسخ هبدأ اعلم عليه واخده نسخ هروح رايح على تاني هبدأ اعمل له عملية لصق هنشوف الوقت المقدر لعملية النسخ دي قد ايه هبدأ في عملية اللصق زي ما حارف شايف كده السرعة كانت عالية جدا في البداية لكن مع استمرار نسخ الملفات السرعة بدأت تيل وبدأت الوقت المستقطع يزيد عن اربع دقايق ونصف ولو انا كملت نقل الملف هتلاقي ان الوقت اللي انا هستخدمه في نقل هذه الملفات هيزيد عن اربع دقايق ممكن يوصل مسلا لست دقايق زي ما حارف شايف كده السرعة عمالة تتناقص دي طبعا المشكلة بتاع عملية نقل الملفات اه بالطريقة التقليدية اللي موجودة على اه الويندوز زي ما حارف شايف كده الوقت تتحول لسبع دقايق طيب هنوقف عملية النقل ده وهنبدأ نستخدم البرنامج جوار لحضرتك البرنامج هيستغرق قدام للوقت عبل ما ينقل لي العشرة جيجا دولار تابع معي بعد ما حملت الملف بتاع البرنامج وفكرت الضغط عنه بيظهر معي بالصورة اللي حضراتك شايفة دي عبارة عن تلات اه ملفات ابدأ اشغاله من الايكونة الاولانية اعمله تشغيل كمسؤول اقول له نعم طبعا هتبدأ يظهر معي وجهة السي ام دي هنتظر لما يتم اغلاق السي ام دي هتبدأ تظهر معي النافذة البسيطة بتاع البرنامج زي ما حارف شايف كده ظهر البرنامج بنافذة وشكل بسيط جدا طيب هاني الملفات ازاي هتروح رايح على المكان ده اللي هو شكل الفولدر وتبدأ تحدد المكان اللي انت هتنقل منه الملفات انا طبعا رحت على افلام ومنه على افلام جديدة عشرين خمسة عشرين احددها تمام وضغط على سيليكت فولدر تمام هتلاقيها ظهرت معاك على طول في البرنامج هتبدأ تنزل على شكل الفولدر التاني لتحت من هنا هتحدد المكان اللي انت هتنقل فيه انا هنقلها على سطح المكتب في مجلد جديد تبدأ تضغط على سيليكت فولدر هتلاقيه ظهر عندك على طول في البرنامج هتبدأ تعمل علامة صح هنا زي ما حارف شايف وبعد كده لو حابب بقى تبدأ عملية اللي تضغط على مفتاح الرن تمام لكن انا حابب ان انا اوري لحضرتك اه تجربة عملية للوقت المستورق هبدأ اشغل اه ساعة رقمية عندي هبدأ احاول ان انا اصغر الحجم شوية بتاع الساعة الرقمية عشان كل حاجة تبقى بينها قدام حضرتك هبدأ انا ازدالها لتحت شوية هبدأ افتح المجلد اللي انا هنقل فيه الملفات بحيس ان كل شيء يبقى امام اه حضرتك للمصداقية كل اللي انت هتعمله في الوقت دهات هتروح رايح على طول على الرن تضغط عليه وبسرعة هتروح رايح على الساعة الرقمية تعمل لها عملية آآ استارت زي ما حارف شايف كده آآ خلال خمس ثواني بالضبط تم نقل فيلم آآ بعد ثمان ثواني تم نقل الفيلم التاني هم طبعا حوالي سبع افلام هنطبع مع بعض في الفيديو عملية النقل زي ما حارف شايف كده عملية النقل سريعة آآ هنشوف آآ السبع افلام اللي هم عشرة جيجا وواحد من عشرة يتم نقلهم في قد ايه من الدقائق طبعا ما كمناش دولة تلاتين ثانية واحد وتلاتين ثانية يعني داخلين على خمسة وتلاتين ثانية تم نقل الفيلم التالت طبعا كلها افلام كبيرة المساحة بتاعتها بتتجاوز الا واحد جيجا ونص هنتابع مع بعض عملية النقل ونشوف الوقت المستغرق حوالي دقيقة بالضبط كده دخلين على اول دقيقة كده تم نقل اربع افلام بنجاح ولسه ما كمناش دقيقة يعني حضرتك آآ اربع افلام تم نقلهم في حوالي دقيقة دخلنا طبعا في دقيقة التانية وهو خمس افلام تم نقلهم بنجاح زي ما حارف شايف كده عملية النقل سريعة جدا دوقتي في خمس افلام تم نقلهم بقى الفيلم استادس تم نقله بنجاح فاضل الاخر فيلم هنشوف هيتم نقله في قدية بالضبط كده تم نقل الفيلم اللي هو السابع كل اللي انا هعمله دوقتي ان انا هوقف اللي هو الساعة الرخمية بتاعتي واطلع برا واشوف الفولدر تم نقل في عشرة جيجا واحد من عشرة ولا لا هبدأ اقافل الفولدر بتاع الافلام واقف عليه اعمل كليك يمين وانزل على خصاص هتلاقي ان تم نقل عشرة جيجا واحد من عشرة في بالضبط زي ما حارف شايف كده آآ دقيقة واحد واربعين سنة ويمكن اقل كمان طبعا هوقف بقى الساعة رخمية اقفلها هقفل البرنامج تقول له نعم لأ هيتم اغلاق البرنامج بمنتهى البساطة طيب نيجي الام خطوة في البرنامج هي ازاي نحمله كل اللي انت هتعمله وتفتح المتصفح الخاص بيك وتيجي في خانة البحس اللي فوق دي تضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركو لك في قلب صندوق الوصف هتبدأ تعمله عملية لصق وبعد كده تضغط على انتر من لوحة المفاتيح وتنتظر لما صفحة البرنامج تفتح على موقع تمام بعد ما تفتح معك هتبدأ تنزل تحت تختار اللي هي لتست تضغط عليها وهتبدأ تنزل تحت وتاخد الخيار الاولاني ده طبعا الخيار الاولاني ده مكتوب قدامه تلاتة ميجا هو ده اللي انت هتحمل منه طبعا هو ملف مضغوط هبدأ اضغط عليه وانتظر لما يبدأ يظهر معي عملية التحميل لحظات بسيطة زي محرك شايف كده بدأت تظهر معي عملية التحميل الملف هبدأ اضغط على بيدي التحميل طبعا الملف صغير جدا تم تحميله بنجاح على جهاز الكمبيوتر بعد ما حملت الملف جبته على سطح المكتب عشان اوري لحضرتك خطوات فك الضغط عنه هبدأ اقف عليه واعمل كليك يمين واضغط على استخراج الى تمام طبعا تم فك الضغط عن البرنامج بنجاح هبدأ افتح البرنامج هتلاقي فيه تلات آآ ملفات الملف الاولاني اللي يكون بتاع البرنامج اللي يتم منه التشغيل بنجاح عشان تشغل البرنامج ويبقى سريع معاك تبدأ شغاله كما سؤولة تبدأ تضغط على تشغيل كما سؤول وتضغط على نعم تفتح معك نافذة لحظات بسيطة وتفل وتفتح الواجهة الرسومية بتاع البرنامج زي ما حرك شايف كده تفتح معي الواجهة الرسومية بتاع البرنامج منطقة البساطة طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته